مرحبا بكم شكرا لكم على المتابعة أنتم تسمعوا في 90 دقيقة من تواح حتى الماضي ساعة على يميني باسم حمدي مرحبا بك على ياساري سوفيين بن حميدة أهلا بك العادة النظارتين معاهدي هلكم مرافقين انتعا كثيرا؟ مرافقين حماية انتعا اليوم في حلقتنا بش نحكيه على يعني تصريح رئيس الجمهورية وقت لاجتماع برئيس الحكومة وزير الداخلية وقال أن الإدارة لازم تكون في خدمة الاختيارات اللي حددها الشعب لأنه في كثير من الأحيان لا تنفذ القرارات بش نرجع على خبر انهاء مهم أربع معتمدين وقبول استقالة معتمد التضامن بش نحكيه على تصريح أو فيديو تعدى على وسائل التواصل الاجتماعي خص مرشح للانتخابات الرئاسية هو منظر إذ نادي اللي يقول لم أغادر الحياة السياسية بل أمارس السياسة بشكل آخر نحكيه فيه الشكل الآخر قال نبتعد عن الضوضاء والمعارك المفتعلة بش نحكيه وزيدا على مشكل سار منذ أيام بخصوص النطق ولا التصريح بالحكم في قضية الشهيد شكري بالعيد على ما يبدو هناك سارت مشكلة وهناك يعني لغز في الحكاية عليش أحنا نستنينيها تسعة متاع سباح وتعديت لأربعة متاع سباح نشوفوها بعد شوية مع عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بالعيد المحامي محمد جمور شكرا لكم على المشاهدة نبدأ مباشرة برئيس الجمهورية ونجتمع مع رئيس الحكومة وزير داخلية وأكد في اللقاء هذا على ضرورة أن تكون الإدارة بوجه عام في خدمة الاختيارات ولا الاختيارات التي حددها شعب التونسي لأن في كثير من الأحيان لا تنفذ قال الرئيس القرارات أو يقع تأجيلها بحجة احترام الإجراءات التي تمطت أو تختصر بحسب إرادة من هو مكلف بإنفاذها كما شدد الرئيس في اللقاء هذا على ضرورة قيام السلطة الجهوية والمحلية بدورها كاملا يظهر لي مش أول مرة بسام رئيس الجمهورية يأكد على الأمر هذا وكأنه يعطي أوامره أو التنبيه الثاني بخصوص تنفيذ القرارات يقول ما تستنيوش أوامر مني لازمكم تنفذوا قراركم تميرسوا صلاحياتكم نرجع نبدأ معك مباشرة بسام شونا رأيك هو حسب رأينا اليوم رئيس جمهورية يؤكد من جديد أنه فما سوء تصرف في الإدارة التونسية في الكثير من المجالات خاصة منها ربما القطاعات الحيوية سواء المتعلقة بالخدمات أو المتعلقة بالمعيشة اليومية رئيس جمهورية اليوم يقر بأنه جزء ربما من اختياراته في الحكومة هو تعتبر خيرات غير ناجحة رئيس جمهورية يعترف كذلك بأنه الدولة اليوم وإدارة الدولة ما هيش قايمة بدورها كما يجب كذلك أعتقد أنه رئيس جمهورية يرى أنه السقف متع الأحلام والطموحات اللي حدده هو ويرغب في تحقيقه أنه المسهورية الحالين ما هو ماشي ماشيين في نفس الخط السياسي ما هو ماشي في نفس مش خط سياسي هذو ما عندهم صلاحيات وعندهم أدوار لازم يقوموا بها هنا يحكي على التنفيذ ما هو مطلوب من اليوم اللي عندهم مناصب هو ما يخذوا في شهرية بسين بش لخدمة الصالح العام والشعب التونسي جوي انشاني معاك تتسويت مع إقالة المعتمد الأول في القروين عنده علاقة اليوم بالمستشفى الأغالي اللي تحدثنا عليه البارح وكل شي نذكره اللي القروين معده شويلي كيف سفيقس كيف سفيقس نفس الشي هو وقتلك فما ربما ضعف تصرف وفما عدم كفاءة في التصرف نحكيه على المطمد الأول في القروين بسبب ربما المستشفى هذا كذلك في سفيقس المعتمد الأول تخل في معركة ربما مع مجموعة من المواطنين في غيمادة أولاد أحمد بمعتمدين جبنيانة هيدا السبب تخص قطع المياه المعتمد لو لذا حاول يلقى الحل للمواطنين هذوما إلا أنه بعد بداية يتبع في إجراءات تهديد العدد من المواطنين بسبب أنهم يطالبوا بالمال المواطنين هذوما عملوا عريضة تظلوا من رئيس الجمهورية ربما العريضة هذية هي التي عجلت بيقالة المعتمد الأول لولاية سفيقس إذن في المجمل اليوم نحكيه على ضعف أداة لوزراء وكذلك لكتاب ومعتمدين نحن في حلقة 14 مارس كانت تذكروا قلنا رأى وفم حركة في الولايات خلال الفترة القادمة ومزلت الحركة هذه مش تتواصل ومستمرة خلال الفترة القادمة لكن اليوم أنا سؤال المتروح ليش رئيس جمهوري إلى حد لحظة ما عينش وليت في الكثير من الولايات هل هذا نتج عن عدم ثيقته في ربما الكثير منها توانسة أم أنه النظام السياسي اللي يتبع فيه حتى النظام الرئاسي السياسي معناه أن نجمه يقلو يعين فيه وليت هل ربما قيس سعيد يحتبر الولي منصب سياسي هذا المنصب السياسي حسب رأيه ربما ما ينفعش برشا لهذا يتم اختيار معتمد أو المعتمد لو لذلك ربما تكون وظيفته إدارية ككاتب دولة أو حاجة على هذا ربما تأخر في تعيين الولايات أظن أنه كذلك رئيس جمهورية اليوم مطالب بتقييم الكثير من الولايات الآخرين في كثير من المجالات لأنه ما يقوله قيس سعيد في الخطابات الرسمية اليوم لا تنفذه الدولة ولا تنفذه مؤسسات الدولة يسحيح قاعدة تعاني في أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية مالية كبيرة لكن رأيه اليوم وانا عينت بنفسي في الحقيقة ثم برشا مسؤولين قاعدين اليوم يخلقوا في توتر وفي احتقان اجتماعي وهذا الموضوع هذا حكينا عليه يعني هذا خط ثالث في الدولة ثم اجرأت هذا خط ثالث في الدولة أنا نعتبر أنه هذه الدولة العميق وأنا نعتبر أنه ربما جزء من بقايا الحزب الحاكم حركة نهاية وهما ربما اللي قاعدين يعطلوا في الكثير من المهام لأني خدتك عينت أنا الفترة هذه فما مسؤول في السنة يقولون براه اشكيوا للرئيس أنا ما عندي منعم للكم فما برشة ملفات هذا يعني عينة نحكيوا عليها فما بالك بما كان أكبر اليوم المواطنين أكبر شبح يخوفوا أنه يتواجه للإدارة التونسية الإدارة التونسية اللي هي كانت ربما عماد الاقتصاد التونسي وعماد الدورة الاقتصادية إلا أصبحت هي المكبلة اليوم والسبب الوحيد عدم تنفيذ الإجراءات بالطريقة وبالسرعة المثل دونك انت تراجع هذا إلى الدولة العميقة وهناك قلت بقايا من بقايا العشرية السوداء هذا معروف فراه السياسيين إنهم بيش يردوا الفعل عبر وخاصة نعرف على شنو يردوا الفعل بس يردوا الفعل على القرارات وعلى مسار 25 جويل يروا ملزمناش ننساو كم التعيينات الكبرى ألاف تعيينات اللي حصلت في العشرية السوداء في كامل مفاصل الدولة على هذاك ردة الفعل رأي ماش مستغربة عمزة داراو أنت كرأي جمهورية تحملت المسؤولية عليك أنت تحملها كاملة مهم جدا أنه رئيس دولة يتفاعل مع المواطنين ويتفاعل مع العراء التي يتوجه لها بها المواطنين لكن هذا لابد أن يكون قبل حتى وصول الشك لابد أن تكون الدولة خير رقيب لمسؤوليها توافق الرأي سوفيان توافق أنه هذه الدولة العميقة وهذا بقايا رد تفعل على مسار 25 جوليا ويحبوا يضربوا هذا مفهوم الدولة العميقة أنا أنا ضده تماما بستبدأ الأمور واضعة كيف الدولة العميقة شكور الدولة العميقة اللي كي جاءوا الإسلاميين قالوا هذهم اللي هحطونا العصر في العجلة وإلا كي جاء قيس السعيد ولا اللي هوم اللي متاع العشرية السوداء لا لا الدولة العميقة الدولة العميقة هي الإدارة هي الإدارة وأحنا معالجناش مكبلاتها فيها بعض الأخطاء فيها العديد من الأخطاء فيها الكثير من التقاعس فيها الكثير من الإشكاليات ورئيس الجمهورية بيدو عنده طوى أكثر من عام يقول أنه يجب إسلاح الإدارة مش كيك ويضم صوته إلى الشعب أنه الإدارة ما هيش قاعدة نافذ في الوقاية ما يمر ما هيش قاعدة يضم يضم مثال لشما أحنا ما حسناش برئيس يعيث معنا حسن برئيس يفعل وهو بدأ يفعل حتى وزير أول ولا رئيس حكومة تحديدا متخصص في المشروع متع تنظيف الإدارة وليجين ويش عملنا فيها ديك وين وصلت يا رئيس الجمهورية يا سيد رئيس الحكومة وين وصلت أليش تتسرع بلكش قاعد يعم في الدياغنوستي نتسرع أعطيونا 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 وحترموها موش مطالب ملا ما نحكيوش مطالب الملفات بتاع الفاسات يعني 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 من هنا حتكش لجوان كم يوقتيش بشي تنظاف الإدارة يا خير هو ما هوش معقول رجل يقعد تقول فيه كلام ما هوش معقول ما هوش معقول أنا طبيب كي عندي يقول لي عندي في يدك راني بش نقص حتيل للمرفق نهار كذي على ساعة كذي هذيك اللي يصير يا ما سوفين هذي ملفات امتاع عشر سنين أو أكثر يعني تتطلب شوية اللي عملوا اللي جين أعطوهم ما تمش احترام ما تمش سنيني خلي نكمل فكرة خلي نكمل فكرة دونك هذي أسلاح الإدارة قاعد البوندولو رئيس جمهورية أنت عندك سواء بالمرسيم ولا بغير المرسيم ولا بال بالقوانين وتحكم وحدك تحكم وحدك أي الفصل 96 هذا اللي هو سيف مسلط على رقاب المسؤولين في الإدارة واللي هو في الحقيقة يخلي الناس الكل قاعدة تتشبث بالإجراءات وهذا سبب التمهطيل وهذا سبب لأنه شافوا غيرهم داخلين للحبس ولا ماشين جايين على المحكمة لمدة سنوات لأنهم خدموا خدمتهم اليوم يشكون مسؤول على المماطلة في الإجراءات هاو قال لك هذو ما فما إداريين ما همش قاعدين يخدموا ياسيدي نحيني هم مو قلنا احنا بشن نظفوا ما بشن نظفوا ايهو قاعدين احنا ما فهميش معتانيش معتانيش نتيجة وي معتانيش رجل كاتسو ترابايل معتانيش الواحدة احنا احنا اللي نجوفه فيه اعمل انا في دانانس صار لي في دانانس ما نشوفوش فيه نتيجة اليوم نحكيه على طول الإجراءات والتعذر بالإجراءات ونقول لك انه فما فصول اللي تخدم بهم الإدارة انت كنت نجب نحيهم ما نحيطهمش الإسراع في تنقية الإدارة من شوائبها يطلب ايضا مراجعة بعض النصوص ايه ما عملتهمش علش معناها توقع انت تخلي نصوص تعطل في الإدارة وتحب الناس تسرع في الفصل معناها ونبعد ونبعد ياخي انت بش تدافع عليهم وقت اللي يتحاكموا ما شفناش الدولة معناها تدافعت على مسؤوليها اللي مشي اللي مشي مشي في العفص بل شفنا انه مسؤولين انظاف خدمه كده يا أخي يا أخي قاضي قاضي اللي معروف من انظيف قاضي معروف من انظيف وانتي كمواتن هادي أكيد رو قدش مرة لحنا ليلة اللي بش يعايتولو للعوينة في تهم في معناها فساد كيفاش هذية كيفاش هذية سوفيا انتي مواتن توسي تتعامل سوفيا نحب نسأل في خضام هذا كلبي ما أنا في التدقيق مستمع التدقيق في الشهادات شنية نتيجاتها شنية نتيجاتها في بيلي في جنفية انتي كسوحو في اليوم ممكن ممكن برشا في بيلي في جنفية الحقيقة ما عنديش معطيات على وقتش تنتهي عمال اللي جان في جنفي اما ما تدول اما أنا نتصور 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 انها تتطلب وقت توي يانها بتاع عشر سنوات ولأنها شملت الاف الموظفين ويانها شملت مئات الإدارات وشملت برشا مؤسسات وانا نعتقد انه الفسادة ذاك في الانتدابات المشبوها اراه مش اعتباك عنده بعد سيئس اذاك عليش كم اتعب اما راو صار ددلاين وما تمشيح مشكلة اخي احنا حاجتنا بالمبدأ مشكل ايه لا لا حاجتنا بالمبدأ مشكل انه دولة تلتزم بما تقرره انا احنا حاجتنا بالمبدأ احنا يلزمنا نعترب ان دولة تعمى كمش تبدأ تعاية كل ما خنا خنا تعاية نتفعلوا مبعثنا رأوا احنا اليوم حاجتنا بالمبدأ حاجتنا بالتوجه العام التوجه اليوم اليوم عندك دولة قاعدة تنظف في الادارة من الاف الموظفين اللي تم انتدابة بشهائد مضروبة انتدابات هذه رئيس الجمهورية قام انت قاعدة تقول انا قاعدة تقول انا كمواطن انا كمواطن انا كمواطن قاعدة يرسل سفيان توا قاعدة يرسل انت قاعدة تقول تقول لي ثم بطع نقول لك اوكي ثم بطع انت قاعدة تقول انا حاجت بالمبدأ انا نقول لك الدولة قررت حاجة اعلنت عليها قالت اني راني مش ننتهي منها في الوقت الفلاني بش قاعدة سايرة توا معناها تتوقع ما شفنا شيء نحكم على النهوية ولا نحكم على النتائج النتائج ستعلن مش أثناء تحقيق ريتو ظلمينه سوفيان بن حميدة قديس سريع ريتو قديس سريع سوفيان بن حميدة سوفيان عمل تحقيق سوفيان تحقيق في انتظار التحقيق احنا هنا نتبعوا دورنا كوسائل العالم نتبعوا الاجراءات اللي قادة تقوم بهم الدولة اعطونا ديدلاين متع شهادات والتدقيق في شهادات العليا ملقيناش نتيجة اذاك عليش ما هو معاش يحط ديدلاين معناه ثم تباعا قادة تفتح ملفات الفساد ولا بلايس ولا جهات معينة نجم يقول لك اليوم انا بش نفتح ملف مثلا المصب متع سفيقس ملنجمش نعطيك ديدلاين حتيكش يتم الكشف الاطراف الكل متورته هكا ولاي يجد حل زيدا كيف كيف شفنا شنوها صار مع ولي سفيقس سوفيان معناه انتي طوي اليوم مطالب انه رئيس الجمهورية يجي يعطيك ديدلاين يقول لك ايه لازمني انا في شهر لنا نعمل التنظيف لكل ايه مش هكا ما كيفيش فسرنا هذي كنت تحكي فيه اللي يسمعك هكا يرفهم مش هكا مش هكا اخي انا رئيس الجمهورية نعرف اكثر منه وقت اللي قال انه بيش نعمل وتنظيف لدارة و التدقيق و كذا و او قديش المدة ايه ايه نعرف اكثر منه هو ادام كيعرف امكانيات و يعطيش تصير الامور انتي طوي طالب فيه انه يعطيك ديدلاين بيان شير اولا طالبه اولا انه الدولة دولة وقت اللي تعطينا دات ولا تعطينا تنتزم به وهذا ما صار ستحنبه ولا تكره اليوم في فتح القضايا بسيب وريت العطالة العطالة في الادارة التونسية راي مش كنتعي شهادة المضروب العطالة العطالة في الادارة التونسية مش كنتعي شهادة المضروب نعود هاتف الثلاث مرات لي سبب وحيط فما عبيد منتدبه بيشهادة رسمية وعندب سنوات يخدمه وليوم يتلك في اداء اعمالك خلي يتفعل معاك بسيب واني قتلك انا السبب الاخر اللي هو الجانب الاجرائي القوانين اللي التكبل الادارة سوفيان فما قضايا ما فيهاش قوانين صدقني انا قتلك ثم قضايا وفما وذيع لا تتطلب اي اصدار قانون جديد فما مسؤولين اليوم يخلقوا فيه بيدع فما مسؤولين محلين وحكي عليهم حتى البارح وانتي كمواطن اكيد اراك تخاف كتمشي الكثير من الادارات التونسية لانك تخاف من برشة ارهسات ومن برشة تعطيلات ياسيدي فما منهم فما منهم اما فما جانب اخر قوانين اه قوانين مكبلة صحيح يحكي فيه صحيح شبينا وقت اللي رئيس الجمهورية يحكم واحده اليوم ما فماش ما اسهل من انه يغير قانون لابد الكل متفقة انه مكبل للادارة اذا مهم اي اكيد شبيه مصارج شبيه مصارج مفهوم اخر للدولة باش نخوذو فيه باش نحكيو فيه من وجهة نظر مرشح للانتخابات ارئاسية سوفيان اي 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 الادارة فما جانب فما جانب في الادارة التونسية يتحملها رئيس الجمهورية مباشرة منذ 25 جوليا وهو انه اظهر في الحقيقة اظهر انه مهوش صايب جدا في اختيار بعاوديه اذا يا مو قلت نقلنيه مرارا وتكرارا انه لازم فاريق فاريق عمل فاريق اقتصادي لليوم للأسف خاطر يبدل فيهم اشك فوا يحطهم يعود يبدلهم انه مهوش راجل مناسب في المكان المناسب عليش سوفيان بالليه لانه هو عندوش تجربة سياسية ولانه اختارهم ما عندوش تجربة سياسية وادارية ما نقولش كفاءة لا لا ساعة ساعة معبين بالشهيد اما ما عندهمش التجربة السياسية بسام 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 الوقت 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 عنا ساعة بركة وعنا برشة مواضيع لازمنا نترقولها اذاك عليش بش نحكيه على الخبرة السياسية ثم عبيد اخرين تراها مخالفة يقول لك انا خليني نبعد على الضوضاء والمعارك اللي حسب رأي ومفتاعة لا نبعد على الساحة لكني امارس السياسة بطريقة اخرى نسمعوا المرشح للانتخابات والوزير الاسبق في حكومة بن علي المنظر ازنيك اليوم حبيت متوانسة يسمعوا مني دون وسيط مش صحيح اني رجعت المشهد السياسي الان اللي هو سياسة فقط هي الظهور في وسائل الاعلام من بلاتو البلاتو غلط الفعل السياسي مهوش ادارة الحكم فقط الفعل السياسي هو ادارة حكم ونشاط معارضة ومراقبة هو عمل ملاحظة ومتابعة هو تأثير وتتوين وتأهيل انا ما غادرتش الحياة السياسية باش نرجع لها انا فقط اخترت اني نمارس السياسة بشكل اخر واولها الامتناع عن الانخراط الضوضاء والرداءة والمعارك المفتعل اخترت باش نتأمل ونراجع ونقيم تجربة ونحدد الاولويات ونتحدث مع الجميع ونفكر في المستقبل بشكل هدي اخترت اني نعاود نكتشف السياسة دون ضغط الحكم والمعارضة والاعلام والاحزاب هذية قال مانيش بش نضيع وقته التوينسة بش نركز على كرامة التوينسة بش ان انا لم اغادر الحياة السياسية بل امارس السياسة بشكل اخر شنو الشكل اخر نبتعد عن الضوضاء والمعارك المفتعلة يقول زيدا موش صحيح اني رجعت للمشهد السياسي انا ما غادرتوش راني يا جماعة ما غادرتش الحياة السياسية بش نرجع لها بل اخترت ان امارس السياسة بشكل اخر وليتصور انه السياسة فقط هي الظهور في وسائل الاعلام والبلاتويت مخت نذكروا اللي منظر الزني دي لمح في وقت سابق لينيتو للتراجح في الانتخابات الرئاسية اللي بشتم تنظيمها في موفة الفين واربع عشر ساعة قبل ما نترقوا الخطاب شكلا انتو ما تفرجتو الكل في الفيديو يذولي شكلا نحكي على البادي لانجوج هنا بسين ناقصة كلمة انا فهمت الحقيق كيفاش؟ الكلمة ديه وكاني نتفرج من علي قاعد يتحدث في الخطابة ديه تقريبا نفس اسلوب الاتصالي يعتمد فيه منظر زنيدي نفس المصطلحات يختار فيها ونفس الهدوء تقريبا كلمة انا فهمت يقولها ويصف قوله يقوله مرحبا بنظام بن علي مجديد اليوم اتصاليا منظر زنيدي يحب يقدم نفسه للناخبين كونه المنقض للبلاد التونسية كونه ابن الدولة الذي قادر على تقديم كثير من المنجزات منظر زنيدي في سنة انتخابية كان متوقع انه يظهر ويدفو على الساحة ويتكلم هذا متوقع ومن حق اي شخصية انها تمارس السياسة بكل الطرق السلمية في البلاد التونسية انا نتصور انه ترشح منظر زنيدي الانتخابية الرئاسية ليس ترشح بمفرده ولا اظن انه منظر زنيدي قرر اي ربما ما نتوقعش انها القديمة لكن نظن انه جزء من مكينة العشرية السوداء والعشرية الماضية هما اللي دعمين لترشح منظر زنيدي ما نتصورش كان منظر زنيدي غامر وحده وقرر انه يترشح للمنصب الرئاسي نعتقد انه فما محادثات سياسية جرت ودفعته للتقدم الى هذا السباق الانتخابي لا استغرب انه يكون ربما قريب من حركة النهضة وبعض الحزاب المقربة منها فكريا لانه نعرف حركة النهضة غالبا لم يكن لديها مرشح للانتخابات الرئاسية ومن استغربوش هذا لانه حركة النهضة بدأت تعمل ربما في استقطاب الكثير من ابناء حزب التجمع على غرار محمد الغرياني اللي ولا مستشار راشد الغنوشي خلال الفترة المادية لا اظن انه يقتحم السباق الانتخابي بمفرده وانما ربما وراءه حشد سياسي كبير يعول عليه لمنافسة قيس عيد واضح كذلك انه الحتاب ربما يجيه انه دازوه تاوه وما نتصورش انه هو قالك انا ما غبتش ويعيبوا علي اني تعففت من المشاركة ممكن اللي تزيد كانت شاركت قالك مع الموجود والحالي راني زدت من تعميق جراح الوطن يعتبر البعض نسمع التصريح لليكستري الثاني ونرج يعيبوا علي اني رفضت المشاركة في تأزيم الاوضاع يعيبوا علي اني تعففت على المساهمة في اي شيء ممكن يزيد من تعميق جراح الوطن اللي يعتبروا البعض عيب انا نعتبره شرف وراح الضمير البلانت كانت المعركة فيها مفتوحة وعنيفة بين السلطة والمعارضة وفي داخل الاحزاب والاتلافات الحاكم وبين حتى المؤسسات والشخصيات الكبرى للدولة كان المشهد مزدحم وما يسمحش بمكان تحت الشمس للأصوات الهادئة ولمن يرى في الدولة ادات للنفع العام مش قدتوا نتعاركوا عليه وعمري ما كنت نبحث على تسجيل الحضور وخطف الأضواء والإساثار بالاهتمام ومانيش باش نتخير بحول الله بس يم نرجعلك جزء في تعقيب على خطر انتي ذكرت وقال لك انتي قلت ليه ثم الأطراف من العشرية السوداء هما اللي دزوه ودفعوه انه يرجحوا للانتخابات الرئاسية هو جيوب في البرتية الثانية شنو هرايك؟ هو قال أنا ما غبتش أنا مقول غاب وينو منذر زنيدي وقت البلاد يكل فيها الارهاب وقت اللي زاد مين علينا الارهابيين وينو منذر زنيدي وقت اللي عنا زوج شهداء من السياسيين سقطوا وينو منذر زنيدي وقت اللي الخطاب الارهابي تغول اي غاب يعني غاب يعني غاب عن المشهد سياسي وينو منذر زنيدي وقت اللي هزمة الاقتصادية خنق التونس وينو منذر زنيدي وقت اللي برشة مشاكل تتعلق بالحريات وبرشة اما انا اعتقد انه غير قادر على الدفاع عن الحريات اه اظن انه سيقدم نفسه كمرشح ربما منافس لقيس سعيد لكن اتصاليا انا لاحظت انه يعتمد في نفس خطاب المعارضة يعني مش فيناش اسلوب جديد مش فيناش خطاب جديد سينتقد اداء السلطة الحالية ويقدم برنامج معاكس لاداء السلطة الحالية تقريبا كل الاطراف السياسية يحكي على كرام تتوينسا يحكي على المعيشة معناها بون الحقيقة انا كل مرشح للانتخابات الرئاسية يؤلمني اني نسمع منه كأنهم يخذوها كورقة ضغط في الاستحقاقات الاجتماعية فيما يختلف خطاب موندر زنيدي عن خطاب مثلا نجيب الشابي او اي شخصية معارضة اخرى لا يختلف من شيء الاسلوب ربما الطريقة التخريجة ديك حاجة اخر اما المضمون هو نفسه ساعة من ناحية الاتصالية منين يحكينا منين يحكينا سيموندر زنيدي البرأة تحبنا فيه منين منين ايوه من فرازة دونكينا كيفاش تحبني كيفاش تحبني انه نقبل مساج متاع شخص عايش في الخارج يحكينا على مشاكلنا في الداخل ويقول انا راني كنت بعيد اما راني كنت متابعة وكنت نعمل في السياسة متعمل في السياسة مع شكول وقت اللي انتي في الخارج ونوي اراجع كيفاش مانينة ثعونة شنين تقصد hatred ما نقصد شيه نقصد انه إذا انتي تعمل في السياسة تونسي تحب تعمل في السياسة ما تعملها مع التوية ياما فامل على الخارج هو اطراف خارجية السياسة مانعراش هو في الخارج ملمترحت السؤال هو في الخارج يعمل في السياسة مع شكول إذا مش مع التوية بوسكو ماواش في تونس دونك هاذا السؤال كيفاش ناوي ترجع ناوي ترجع على طريقة معناها آية الله الخميني اللي جاء ركب فوق ثورة مع ملهاش ولا على طريقة العراقيين اللي جاءوا على دبابة أمريكية هذا في الساعة كنشوف واحد يحكي لي وهو قاعد مبهبر في في الخارج مبامبر اسمها مبامبر الشي الثاني يخيو حكي معنا شوفت ليه 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 عطيوني في الفيديو كامل غزرش للكاميرا ما غزر ولا مرة رؤية مخرجة ذيك سوفي انو يختار يخل اللانغ اللي يصور منها ليه 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 فما حاجة اسم على سيميولوجي دوليماج سيميائية السورة السورة الراهي مهمة مهمة في الاتصال السياسي نعم يعطيك صحة انتي ما تغزر الناس تنكر ما تحكي الناس قاعد تقرأ من ورقة قاعد تقرأ من ورقة و يحب يظهر بأنه هادئ لكن ضربين تعيدوا يوري أنه هو في حالة توتر قصوى هذا على اللوحنا على المفسة والمحتوى الخطاب الكله شنوه الجديد شنوه الجديد فيه ولا شيء ولا شيء جديد ولا فكرة جديدة ركوب على مشاكل الناس اليوم بش أنه يقول لهم اللي وقت قبل الخير راني أنا من وقت وإنا راني كنت نعمل في السياسة أنا بعيد أنا شيخ راني البرا في الخارج نعمل نعمل في السياسة كيفاش بالملاحظة والمتابعة إينا يذكرني إذ هي كلم المغفور لها ورب يطول في عمرها سونيا بنتمية اللي قالتنا كل عام أتألم ولا أتكلم نفس الشيء قاعد يقولنا فيه سيمون ذرزني معناها أنت تشبه في منذرزني دي بسونيا بنتمية اللي ولد تخصناش ببليك واللد تتنظر بيها بالضبط بالضبط لأن السياسة إما فعل له ملاحظة له 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 متابعة السياسة هي فعل فعل مع الفاعلين وضد الفاعلين ونتائج أرهو قبل الفيديو هذا ما شفناش فيه ما شفنالوش فعل بل الفاعل اللي شفنا هولو وقت اللي كان وزيرا في حكم استبدادي اركب على ظهورات التوانسة والتوانسة قروا في لحظة غضب قصوى أنهم يسقطوا الحكم هذا أعطينا موقف متاع سلمانزر الزنيدي من قضية الحريات في الحوض المنجمي اللي ماتوا في العباد بكارتوش أعطيني موقف سلمانزر الزنيدي من في فترة 17 ديسمبر إلى 14 جانفي تكلمشي كلمة واحدة خلطش عمل تصريح واحد قدمشي استقالت ووقتها قالشي يا ناراني مانيش موافق اليوم ما يزايتش علينا وما حاشتناش وما حاشتناش البلاد ما حاشتهاش بالوجوه اللي تحب ولا تكره كانت صناع لدى الدكتاتورية ما كانتش فاعلة في سبيل البلاد وجزء من مكينة الدكتاتورية هي جزء من المكينة هذه البلاد حاشها بوجوه جديدة ممكن مانيش راضي بالكل على الوجوه اللي تحملت الحكمة وشاركت فيه من الثورة لليوم لكن ما يعنيش هذا نرجع للوجوه القديمة اللي اتأكد فشلها لمدة 23 سنة واضح بش نمشي نحكيوا على موضوع اخير هو بش نكتشفوا مبعضنا ويكشفنا عضو هيئة الدفاع عن الشهدين في قضية الشهيد شكري بالعيد سي محمد جمور على اسباب تأخر التصريح والنطق بالحكم في القضية نمشيوا فاصلوا رجعين حكم في قضية الشهيد شكري بالعيد ثم كما قلنا عملت بوليميك برشا توقيت نطق بالحكم وتصريح بالحكم اللي كان من المنتظر 9 تعليل جاي لـ 14 صباح لكن على ما يبدو ثم رواية تقول اللي الإرهابين المتهمين في قضية الشهيد شكري بالعيد هربوا من المحكمة نشوفوا شنوال الحكاية مع المحامي سي محمد جمور عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بالعيد مرحبا بيك وشكرا لك على قبول الدعوة شكرا لك تحية لكامل فريق شكرا لك وخاصة أنت سوفيان بن حميدة اللي نعفو بعلنا منذ سنوات عديدة عشريات مش سوداء المو نمشيوا سي محمد ديركتما شنوالأسباب ساعة تنفينا ولا تأكدنا هروب الإرهابيين من المحكمة المتهمين بعض لا أولا الهروب لا لكن ثم حاجة غير عادية صارت في أكيقادي هو في القضايا الجنائية لما المحكمة تحجز قضية للتصريح بالحكم من المفروض أنه حتى العناصر بحالة سراح يقع يداحهم بغرفة الإيقاف في انتظار صدور الحكم هذا ما حصلش هذا ما حصلش معناها وهناك متهمون كانوا بحالة صراح المحكمة أخت معناها نشات المفاوضة دون أن تقرر يعني تأمر بإبقاء العناصر هذه في غرفة الإيقاف معناها خرجوا خرجوا لا روحوا هما جاءوا للجلسة بحالة صراح وبعد الجلسة خرجوا على رواحهم وكانهم المفروض معناها من تجربتي المطوضة يكونوا في حالة إيقاف ولا يا سيمون ما يمشي لا يبقوا في حجرة الإيقاف مش بحد ينسير في الحجرة لكن في انتظار صدور الحكم لأن المحكمة قد تصدر في شأنهم أحكام نافذة نافذة يعني بالتالي مش تتمكن السلطات معناها السجمية من تنفيذ النيابة العمومية من تنفيذ العقوبة هذا ما حصلش هذا ما حصلش ربما هذا يسمح والمتهمين اللي غادروا المحكمة سي محمد صدرت في حقهم أحكام هذن اللي خرجوا وعودوا ورجعوهم عدد منهم صدرت في شأنهم أحكام بالسجن مع النفذة العاش ورجعوهم معناها الأمنيين هكا ولا لا ما نعفوش وقاع امتثل ومعناها وقاع جلبهم وتنفيذ إدعهم بالسجن أم لا هذا أنا من الحقيقة معندكش المعطيات لكن لتأكد هنا أنه مجموعة يبدو أنه سبعة هكيكة من المتهمين في القضية في حالة سراح كما قلت أنت لكن شملهم الحكم وتنفذ عليهم الحكم بعض منهم مثلا قيس مشالة ما تحكمش عليه ما هو بحال سراح ما تحكمش ما نظرش في شأن حكم بحالة سراح لكن هناك عدد آخر قد يحس بالتقريب سي يظل ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة أه أه إذاك عليش وخر النطق بالحكم وتصريح بالحكم لا 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 المفاوضة والتصريح بالحكم يعني المحامين ما يعفوش امتى تنطق المحكمة بالحكم لانه قضية جنائية فما خمسة اعضاء وفما هذا الملف في القضية هذه الملف فيها نعتبرو سي محمد خطأ اجرائي ربما ثم اولا ثم من حجم كبير ثانيا 23 متهم يعني المفاوضة تستقرق وقتك تويد وثالثا اراه المحكمة مطالبة باش تحرر لائحة الحكم نص الحكم وتقراها في الجلسة يعني المحكمة ما تنهي المفاوضة الا ما يكون الحكم متاحها هل تمت تلاوة الحكم حضوريا قدام المتهبين والمحامين متاحهم يا سي سوفيان احنا انا مثلت على الساعة السابعة ونص قدام المحكمة الابتدائية وطالبة باش الى فم التصريح بالحكم باش نحضر في التصريح لانه الفاصل 164 فقرة اخيرة من مجلة المرافعات الجزائية يقول بصريحة العبارة لما الامر يتعلق بيعني مادة جنائية فالمحكمة مطالبة بقراءة تائحة الحكم في جلسة عدنية هذا فيش كلاب وهذا ما صارش ما صارش يا سي سوفيان انا انا ما انا ما احضرتش مم وزملاي ما حضروش والمتهمين ما نعطوش احوال ما تدعوناش ندخل المحكمة حتى السيد مساعد ايوه ايوه لا التصريح بالحكم قدامش كون صار لا لا ما صارش تصريح بالحكم هو هو تصار تصريح متاع نائب الوكيل العام اعطانا قدس فريب ونختاره منه سي محمد ما تعرفوش كما يلزب تكون اسمية ومعلق يا سي سوفيان انا طالبت وطالبت تدخل اي العميد ورئيس فرع تونس اي لدان نيابة العمومية لو ده وكيل الجمهورية باش يسمحونا بشكون الجلسة كيما يقول ينص عليها مجالة الاجراءات الجزائية اي طالبت بهذا وبيئو الحاح يعني وهذا ينجموا يأكدو زملائي رئيس الفرع الكاتب العام الهيئة الوطنية المحامين يعني نحن كنا حارسين على ان تكون المحاكمة يعني مطابقة للقانون القانون معني هيئة الدفاع مش موجودة في التصريح بالحكم واذا يخل الاجرائي لا 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 ومع الاسف مع الاسف يعني ممثل النيابة رفضها رفضها كبولي طب كنت مملوع من دخول المحكمة بش نقابله هناك يعني مجموعة من 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 حفاظ الامن هدا اه يقوموا بواجبهم اه اتصل الواحد اه اه ضابط منهم بممثل النيابة وقال وراه فلان فلان يخبيه طابق مش احكي معك من الموضوع اجاوب لا كان جواب عن طريق هذا الضابط قال له كله يمشي يتكلم وكيل الجمهورية او وزيرة العدل يعني اه الحقيقة اه ما كانش تصرف اه معقول سي محمد بل اي خليني نكون اكثر دقة معاك سي محمد اليوم اراو عندك في موقع الشعب نيوز يحكي على متهمين في قضية بالعيد هربوا من المحكمة هل انت كعضو هيا الدفاع تأكد ان الخبر هذا ولا تنفيذ و هذا عنده ايرتباط اي متهمين هو و قال لك الي في حالة صراحة اي متهمين اي متهمين فيهم واحد مزيل فار مزيل فارسي محمد معناه هروا مش في حالت صراح كي نحكيوا على العباد مش فحالت صراح وهل هذا عنده علاكم اقل وكيل جمهورية بحكم تونس اهديكم ربي مش اكاكب مع فم حتى واحد على أنا معنام على حسب اني متأكد من هذا حتى واحد حتى متهم مع رب من المحكمة لكن هناك متهمون كانوا بحاجة صراح أضبط المحكمة في شأن البعض منهم أحكام شكراً لك لدينا فاسع عاجل يمكن البعض منهم تمكنها من التخفي شكراً لك سي محمد معتش عننا وقت شكراً لك سي محمد نشكرك برشامي سيبوكو ناس الكل شاية طيبة نخلي الكلمة للأخبار في العبيلات